في إطار المجهوزات المركزة والمتوسلة في ملاحقة وتفكيك شبكات التهريب تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بيون بواقي من وضع حد لشبكة جرامية خطيرة مختصة في تهريب أجهزة الاتصال اللاسلكية العملية النوعية جاءت نتيجة الاستغلال الأمثل للمعلومات والتي مفادها محاولة تمرير كمية من أجهزة الراديو عبر إقليم الاختصاص أين وضع خطة أمنية محكمة بتكثيف عنصر التحري والاستعلام ونشر تشكيل أمني في كل المحاور والمسالك وتكثيف التفتيش والمراقبة حيث تم رصد المركبة محل المعلومة وتوقيفها بطريق الوطني 102 بالمكان المسمى مشتة المبدوعة بعد توقيف المركبة ومرقبة الوطاق الإدارية تم تفتيش المركبة أين عطرة بداخلها على 122 جهاز حساس نوع بيوفانك على الفور تم توقيف سائق المركبة ووقتي هذه إلى مقر الفرقة بعد التحري معه تم توقيف شخص آخر ينحدر من ولاية الجزائر العاصمة واللداني تتراوح عمارهما من 21 سنة إلى 42 سنة بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبة فيهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي فيما تسلم المحجوزات إلى المصالح المعنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر